بنسبة عن مصطلح اسمه حبثاء القيامة مين دول ودور الأقباط منهم؟ حبثاء يعني المتوحدين وكانوا بعض الرهبان سواء من كنستنا كنست الأقباط أو غيرهم من الكنيس الأخرى كانوا يحب أنهم يتوحدوا داخل كنست القيامة فكانت تخصص لهم ألالي أو غرف خاصة أو مخادع وما زال لحد النهاردة في إيدينا إحنا الأقباط هذه المخادع الخاصة بالرهبان لقباط في كنست القيامة لحد النهاردة أزالت موجودة في إيدينا وأبو المكارم بيقول لنا في تاريخه حاجة مهمة كده يقول أن الحبثاء دول من سائر الأجناس في القدس خاصة داخلا وخارجا عن 1700 نفس يعني في 1700 واحد متوحد في عهد وهو بيذكره وراتبهم على الملك يعني فيه هنا جراية أو أكل أو شرب على الحاكم بيتهلهم في كل سنة لكل رجل منهم دينار واحد وأردب أمح وستة أرطار زيت طيب وستة أرطار أبارك اللي هو الخاص بالتأديس يعني خارجا عن الصداقات المعروفة ومش كده وبس ده إحنا لما تتبعنا حتة الحبثاء بتوع القيامة دول عندنا في مخطوطاتنا وأنا اطلعت على بعض هذه المخطوطات نلاقي مثلا أن بعضهم كان نسخ بعض الكتب التأسية أو المخطوطات نسخ؟ آه يعني عندنا مثلا على سبيل المثال مخطوطة 960 طأس دي في دير أنبا أنطونيوس يقول نسخها القص مكاريوس الأنتوني حبيس القيامة واحد من الحبثاء بتوع القيامة يعني متوحدين في القيامة تاريخ النسخ 27 برامهات 1485 شهدة يعني يوافق 1769 ميلادي نستنتج من كده ومن غيرها طبعا بعض المخطوطات عندنا برضو مخطوطة رقم 32 تأس بدير أنبا أنطونيوس اسم الناسخ الشماس حنة حبيس القيامة وغيرها يعني نستنتج ايه من كده؟ انه كتير منهم كانوا يقضوا وقتهم في الصلاة ونسخ الكتب وما زالت هذه المخطوطات اللي هما نسخوها موجودة في ايدينا لحد النهاردة وفي نفس الوقت أيضا أقول انه أماكن الحبثاء اللي هي المخادع أو الألالي بتاعتهم داخل القيامة بتوع الرهباء اللقباط ما زالت موجودة في ايدينا لحد النهاردة والبعض يستغرب ايه؟ ايه القطين تلاتة اللي جوه القيامة دول اللي هي في ايدينا للقباط لا دول بتوع المتوحدين طبعا اه عشان كده الناس لما بتخش تزور بتبقى يعني بتزور القبر والكنيس لكن بتنسى حاجة زي كده مهمة وده يبين على انه في كل العصور اللي تبنت فيها كنيسة الإيماء وتجددت كانت فيه أماكن للحبثاء للقباط وده يعني معناه انه القباط لهم جدر طبعا ووتن ومتأصلين في المدينة المقدسة طيب